الحمد لله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على الهادي لأقوام الطريق عبده المصطفى محمد وآله وصحبه خير فريق ومن سار في متابعتهم على التحقيق وعلى أباهم وخانهم الأنبياء المرسلين وهذه مصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا وعلى إخواني المتابعين لهذه الدورة المترجمة باللغة الملايوية والمرتبة للانتفاع والاستفادة من هذه المدة وعلى جميع من ولانا ولا هم في الله إنه أكرم لك المن وارحم الرحمن وبعده في السلام عليكم وحمد الله وبركاته حي الله القائمين على هذا الخير والذين مدوا حبل اتصال عبر هذه الوسائل للاستفادة والانتفاع وللرقية والارتفاع وللاحتداء والاتباع وبارك الله في جميع المشاركين ورزقهم الهمة والنية الصالحة فبالهمة القوية والنية الصالحة تدرك الآمال ويرتق المراتب العوال فليتابعوا بالصدق والإخلاص وليعلموا أنها فرص العمر التي ينالها المؤمن فإذا فاتت الفرصة غير اغتنام عادت على صاحبها غصة فالله يبارك لكم في تلقيكم وأخذكم ومتابعتكم عبر هذه الأجهزة واجعلوا نيتكم العمل بما تعلمون وتعليم ذلك ونشره لتحيون به الإسلام فهي من أعلى النيات التي علمنا إياها حيب الله محمد وأخبرنا أن من مات عليها كان من أقرب الخلق إلى الأنبياء في القيامة وفي الجنة دار الكرامة فقال صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت هو ويطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة وما أحسن أن يتلقى هذا العلم بسند على وجه الاعتدال والوسطية ومسلكها للسنة والجماعة والسواد الأعظم من الأمة وكبار مفسريها ومحدثيها ووصوليها وفقهائها والصالحيها وذوي العلم فيها فكان السواد الأعظم على ذلك المنهج المسند فتيسر الخير وقربت الطريق وتذلل الصعب لمن يأخذ العلم بنية الصالحة على هذا الوجه من طريق أولئك الأكياس جعلنا الله إياكم في أنفع الأمة لأمة وأبركهم عليهم وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين